قال مدير مستشفى هوغو تشافيز باسل بواطنة إن نحو 75 مريضاً فلسطينياً يرقدون حالياً في مستشفى هوغو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي ويعانون من أمراض في الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا وأضاف بواطنة أن الطواقم الطبية تواجه حالات غير قادرة على تفسيرها وسيناريوهات مخيفة لبعض مرضى كورونا الذين أصيبوا بذبحات صدرية بعد انتهاء الأعراض المرضية وتسريحهم إلى منازلهم مشيراً إلى أن البعض منهم أصيب بفشل حاد في الكلا بعد دخولهم مرحلة التعافي ولم يكن لهم سجل مرضي سابق وشدد بواطنة على أن الحديث لم يعد يقتصر عن الوفيات من المسنين في ظل تسجيل حالات وفاة عديدة في أوساط الشباب ومصابين لم يكن لديهم أمراض مزمنة وتأتي هذه المعطيات تزامناً مع إعلان وزيرة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 23 حالة وفاة و2307 إصابات جديدة بفايروس كورونا خلال اليوم الأخير